السلام عليكم هذه عملية التوريق مو قصدنا بعملية التوريق عملية ازالة الاوراق ليش نسويها عملية التوريق انا اسويها صراحة لعلاج اصابة العناكب الشديدة لما اشوف الاوراق مثل هذه هذه اصابة العناكب اصابة عناكب شديدة مثل هذه الاوراق قد لا تعمل مو يعني قصدي لا تعمل يعني لا تقوم بعملية التمثيل الضوي خلاص مصابة اصابة قوية فيها كما تقول الخلايا قد تلفت فلا تعمل فويش الحل؟ الحل إزالته لما تكون عندك الإصابة قوية زيلها مثل هذه نحن اليوم عندنا عمليات توريق مثل هذه فقط نبقي على الأوراق اللي هي أوراق جديدة وأوراق غير مصابة بالعناكب ويفضل بعد عملية التوريق هذه أن نقوم بعملية رش مبيد عناكبي لاحظ عملية التوريق اللي عندنا طبعا بنزيل الأوراق ونقوم بعملية حرقها ليش؟ لأنهم تروسة حاليا عناكب الأوراق شوفنا إن شاء الله فعندنا اليوم عملية توريق بشكل كبير وأيضا يفضل عند رش مبيد لعناكب أنك تقوم بعملية معاودة الرش بعد ثلاثة أو أربعة أيام ليش نقوم بعملية معاودة الرش بعد ثلاثة أو أربعة أيام؟ لأن لما تقوم بعملية الرش بعد يعني الرشة الأولى أنت تقتل أمهات الرشة الثانية رايح تقتل اللي فقص من البيوض لان اغلب المبيدات لا تقتل البيوض فلذلك يفضل ويش انك تقوم بعملية رشة ثانية ودورة حياتها العناكب هذه الاكروسية دورة حياة سريعة جدا يعني هي لما تعيش يمكن تقريبا شهر في هذا الشهر تشوف احفادها واحفاد احفادها ولذلك ينبغي انك تعاود عملية رشة ثانية ويستحب ان تقوم بعملية الرش من الاسفل يعني اسفل الاوراق تتواجد اغلب الحشرات الماصة في اسفل الاوراق والعناكب الاكروسية تعتبر من الحشرات الماصة اللي تتواجد في اسفل الاوراق ولذلك عندما تقوم بعملية رش مبيد حاول تركز على اسفل الاوراق طبعا ما جميع المبيدات تصلح للعناكب المبيدات اللي تكون مادتة الفعالة مكتين او ابا مكتين تكون خاصة للعناكب الاكروسية والعناكب ترك ما تشوفه بعيونك الحبيب هتفكر انك العناكب تشوفه بعيونك لا العناكب صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة ولذلك ينبغي مو يا الحبيب ينبغي عليك انك تقوم بعملية رشه رش مبيد عناكبي البعض صراحة يرش تقريبا شهريا والبعض اصبح يرش حتى كل اسبوعين مرة العناكب خطيرة وتنجذب بشكل عام للتين لان اشجار التين او اوراق التين من الاوراق القاذبة والسهلة بالنسبة للعناكب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وقع على الله مثواكم الجنان وادعوا لنا بالبركة الله يبارك فيكم يا الحبيب هذا المربى الكزائري هذا المربى الكزائري شوف كيف الخطوط اللي فيه هذا خلاص نضيك يعني يعطيك علامة لما يكون ضي يقول لك ايام ردي يا الله تعالي الحبيب وكلني هذا اربع اتمشيكم خلاص انا خلاص الكلام بو عندي قلت اسوي لكم قولة صغيرة في مزرعتنا الصغيرة مزرعة ترا صغيرة ما منكبرها هذا حتى توريق لديانة فماشاء الله للثمار لديانة هذه مزرعة صغمطوطة ما منكبرها ولكن فيها عمل كبير جدا جدا الحمد لله رب العالمين الا لا تعالى رزقنا مزرعة صغمطوطة كما ذي المزرعة وبارك الله فيكم وقعل الله مثواكم الجنان وما دام بعدك متابع معانا خلا وديك هنا عندنا شيء من الاشقار زار عندنا هنا اللي احنا نسميه فرصات او التوتي سميه الشبابي هذي شوف نوع من انواع غزير جدا هذا النوع هيناء قرب لك غزير 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 وحلو طعمه وهذا احجامة ما منكبر هنا احجامة على فكرة هذه ثاني اظن ثاني سنة اثمر او اول سنة اثمر تقريبا السنة الاولى كان فقط حبات بسيطة لان كانت صغيرة على طروف المزرعة وهنا عندنا قبل صغير فطروف المزرعة خلينا كده نجيب لكم صورة للمبو ما اعرف هذي يسميه واجل يسميه القاو يسميه ويش هذا المبو ايضا شكرا